ربما بنتحدث عما يهم المصريين من الأهمية ومن الهمة أيضاً ولدينا بعد ساعات انعقاد جلسة مهمة في مجلس الأمن كيف تقرأ التحركات المصرية والدبلوماسية المصرية والجامعة العربية والترويكة العربية للتحضير لهذه الجلسة وكيف تقرأ المخرجات المتوقعة من هذه الجلسة والله أستاذ نشأت هو بالفعل يعني مصر تخوض بدبلوماسيتها اليوم يعني واحدة من أهم معاركها وأتصور أن كتيبة الدبلوماسية المصرية متواجدة اليوم برأس سيد سامح شكري في نيويورك معززة بدعم كامل من مكتب الجامعة العربية والسفير مجد عبد الفتاح أيضاً ومجموعة الدول العربية المشكلة في بكتار اجتماعات مجلس الجامعة العربية الأخير وهي مملكة العربية السعودية والأردن والمغرب والعراق الشقيق ومكتب جامعة الدول العربية تحركون جميعاً بنفس الاتجاه ودعم مشروع قرار قدمت عناصره مصر والسودان وتتدول الدول أعضاء مجلس الأمن في بنوده إما تعديلاً أو تطويراً بحيث أن احنا إن شاء الله نسعى في المقام الأول للوصول إلى قرار يساعد الأطراف أولاً يدعم في دباجته حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء مع الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والسودان ينتقل إلى دعوة الأطراف تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبمشاركة وسطاء دوليين كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمشاركة الأطراف في محاولة الوصول للاتفاق القانوني الملزم المنشود ولكن في إطار زمني محدد في حدود ستة أشهر كما ذكر السيد الرئيس لا يوجد مفاوضات نهائية بالإضافة إلى الدعوة للتواصل الاتفاق القانوني ملزم لتمتنع خلال المفاوضات الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحدية يقصد إثيوبيا وبالتالي أظن أننا أمام مشهد إما أن يخرج مجلس الأمن ويتحمل مسؤولياتي تجاه قضية باتت قضية مهددة للأمن والسلم الدوليين وللاستقرار الإقليمي ولم تعد يا أستاذ نشأت قضية تنمية كما تدعي وتروج إثيوبيا وإلا ما كان لمجلس الأمن أن يناقش هذه المسألة مرتين خلال عامين وأنا أظن أننا أمام مواجهة دولية بامتياز تقود إن شاء الله إما للخروج بمشروع القرار وده المستهدف الأول أو ببيان رئاسي وده ربما يكون أقل أهمية ولكنه يظل يحتفظ بكل مخرجات القرار ومضمونه أما القرار باستصدار هذا الأمر في إطار بيان صحفي سيكون يعني تالت مخرجات الاجتماع المتوقعة نأمل أن يكون قراراً ويكون بداية لإلزام الطرف الإثيوبي بمفاوضات جدة خلال الشهور الستة القادمة تحت رعاية اتحاد إفريقي ولكن بمشاركة فاعلة من الوسطاء القادرين على مساعدة الأطراف للتوصل إلى اتفاق قانوني سعد سفير حضاك تفضلت أنه أمامنا ثلاثة مخرجات إما بيان إما مشروع القرار وإما بيان رئاسي والبيان الرئاسي بيحتاج كما تعلم موافقة الخمستاشر عضو والإفادة الصحفية في الآخر دي بالترتيب حسب الأهمية بالفعل ما مدى إلزامية كل مخرج من هذه المخرجات للجانب الإثيوبي يعني بكل تأكيد ستشكل ضغط أدبي ودبلوماسي رفيع المستوى من الجهة الأم المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين القادرة أيضا في حالة تجاهل قرارتها بناء على الفصل السادس من الميساق الخاص بحفظ السلام والأمن والاستقرار في مناطق العالم المختلفة انتقالا للبند السابع من الميساق والذي يملي ويفرض الحلول بالإرادة الخاصة بالدول الأعضاء في مجلس الأمن أي إلزامية التنفيذ طبعا إحنا في القرار السادس لدينا توجه عام لدعوة الأطراف لمفاوضات تحت رعاية دولية واثقين أنه لو تدخلت هذه الأطراف ستقود المفاوضات حتى ولو تحت الرعاية الإفريقية لأن ما أفشل المفاوضات تحت الرعاية الإفريقية هو الموقف الإثيوبي المتعنت الغير راغب في البحث عن حلول وسط فكيف يمكن لك أن تتفاوض مع طرف ليس له صقف مع طرف موقفه التفاوضي غير واضح يعني أنت تتحدث عن 55.5 مليار متر مكعب هو لا يتحدث عن شيء من هذا القبيل هو لا يتحدث عن القواعد الملئة والتشغيل المحددة وتدخل فيها أطر التفاوض الحالية وفقا لإعلان مبادئ الخرطوم 2015 يعني نحن كنا أمام مشهد قانوني نسعى فيه من خلال التواصل بين الأطراف الثلاث للتواصل إلى حل عندما فشلنا دعبنا إلى طرف وسيط آخر وهو الولايات المتحدة وعرفعات الإدارة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة وبدعم من البنك الدولي للوصول لاتفاقية واشنطن فبراير 2020 والتي كانت تحوي تقريبا قبل الجلسة الأخيرة على مجمل التفاوض وتسعين في المئة من اتفاق تم الاستقرار عليه بما فيه الوفد الإثيوكيدات وهو وفد يصل بك إلى نقطة التواصل إلى حلول ثم ينقضها هو درجة على ذلك منذ البداية هو بلا سقف وغامض الموقف ويسعى لتحقيق أهداف آتية غير آنية ولا يفصح عنها عندما يتحدث عن مشروعاته المستقبلية لنبدأ التعاون في هذا المشروع الحالي وفقا لقواعد الملء والتشغيل المطلوب التواصل إليها حسب إعلان المبادل ثم ننتقل بعد ذلك لأي مشروع آخر لا يضر بمصالح دول المصاب سعد سفير بالأمس أعلنت إثيوبيا وأخترت مصر السودان بأنها قد بدأت بالفعل الملء الثاني وكان مشروع القرار التي تبنته تونس نيابة عن مصر والسودان بيتضمن إيقاف الملء الثاني هل إثيوبيا أرادت أن تعبث في الأوراق الموجودة وتداعيات هذا القرار الإثيوبي على المشروع المنتظر أو الذي كنا نتمناه هو بكل تأكيد يعني أظهرت للعضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن أننا أمام دولة تسعى بإرادة منفردة وأحادية لفرض الهيمنة على المورد الماء الوحيد لمصر والسودان النقطة الثانية أنها دولة خارجة عن قواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة والأهم أنها دولة متهورة كما أضرت باطعة داخلي وحطمت العلاقة بين أبناء الشعب وأبناء الوطن الواحد في إقليم التجري وارتكبت من الأخطاء والمجازل حتى ما نوهت عنها وسائل الأعلام الدولية وسيكون هناك محاسبة أكيد لكل هذه الجرائم عادت الآن لتقفز إلى الأمام أي تهرب إلى الأمام من خلال تجيش الرأي العام بالتجاهة قضية سد النهضة وبالتالي هي أمام العالم سبب من أسباب الاضطراب الإقليمي في واحدة من المناطق يا أستاذ نشأة التي لا يجوز التهون فيها عندما ذكر السيدة الرئيس في تصريح هام جدا أن اضطراب هذا الإقليم سيشمل الجميع وأيضا يعي أننا أمام منطقة مجورة لمضيق باد المندب مجورة لخط الملاحة الدولية وخطوط الإمدادات العسكرية والنفط وأمن الخليج إحنا أمام القرن الإفريقي وبالتالي اضطراب هذا المشهد من مسؤولية الآلية المعنية بحفظ السلم والأمن وهي آلية مجلس الأمن ومن هنا كان كشف الموقف الإثيوبي ولعل هذا التصرف يعني المتهور من الحكومة الإثيوبية ببدء الملء الثاني الأحادي حتى لو كان الملء كما يتردد ضعيفا النتيجة أنه لم يستكمل أعمال البناء الخرصاني في الممر الأوسطي ووصل إلى خمسمية تلاتة وسبعين متر فقط من خمسمية تلاتة وتسعين كانت مستهدفة وده معناه أنه لن يستطيع أن يملأ أكثر من ثلاثة مليارات وليس ثلاثة عشر مليارا ونصف كما كان يدعي رغم أن لذلك الأمر قد لا يضر مصلحتك بشكل مباشر اليوم ولكن أيا كانت الكمية التي ستحتاجها سيستنتقص من حق مصر والسودان ويمكن التعامل مع ملية الملء والتجليل شريطة أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم يحدد الحقوق والواجبات ويحمي الأطراف ماذا لو دقض وعوده تكون هناك آلية ضمن هذا الاتفاق لفض المنازعات هناك قانون دولي واجب الاحترام في الأنهار الدولية يتجاهلها تماما الجانب الإثيوبي ويقف عند مرحلة من القانون الدولي تجاوزها المكتبع منذ قرن من الزمان عندما نشأ مبدأ هرمون بالسيطرة الأحادية على المورد المائي المر بأراضيك لينتقل لمرحلة التعاون الإقليمي ولمرحلة الاتفاقية الدولية للأنهار عبرة الحدود وكيف أن التعاون البندساني في الميصر هو يدهو لرعاية الملف المائي من خلال إطار من التعاون يعني أنت تعلم أستاذ نشأت أن المياه هي هبة إلهية لا يجوز لطرف أن يحجر عليها وماذا أن تنمي وتضر بتنمية الآخرين وبالنسبة لمصر هي ليست قضية تنمية هي قضية وجودية يعني حتى أن ميساق الأمم المتحدة في المادة 51 ولو ماشينا مع القانون الدولي هو يعطيك الحق كاملا للدفاع عن مصالح أمنك القومي إذا ما تضرر أمنك القومي ولحين اتخاذ مجلس الأمن قراري يعني أنت كدولة تعمل في إطار القانون الدولي تتيح كل أطر المفاوضات والوساطات ومحاولة الوصول إلى حال إذا لم تتمكن الآلية المعنية بحفظ السلم والأمن من حماية مصالح أمنك القومي من حقك أن تلجأ للحفاظ على مصالح أمنك القومي بالشكل الذي ترى مناسب